اشتركوا في القناة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتي اظهرت انه تم الانتهاء من 16 برنامجا من اصل 27 برنامجا تضمنته الخطة وان العمل جار على الانتهاء من تنفيذ 11 برنامجا خلال الفترة القادمة كما اظهرت ان المؤشرات الاقتصادية سجلت ارتفاعا ايجابيا في العديد من القطاعات والتي تعكسها نتائج العمل في المسارات المختلفة والتي تم تنفيذها حيث اشهد المجلس بالجهود التي تم بذلها على هذا الصعيد بروح الفريق الواحد من قبل الجميع واكد اهمية مؤصلة العمل بتكاتف الجميع من اجل الوصول لنتائج المرجوة من الخطة منوها بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدور القطاع الخاص في تنفيذ اولويات خطة التعافي الاقتصادي وبرامجها بعد ذلك اكد المجلس استمرار مملكة البحرين في تبني المبادرات التي تكرس ثقافة المحافظة على البيئة وضمان استدامتها وذلك في ضوء التنويه بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ثم رحب المجلس باعلان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرغ تمديد فترة الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لشهرين اضافيين وفقا لبنود الاتفاق الاساسي والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من ابريل الماضي والتي تأتي في سياق المبادرة التي اعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مارس 2021 لانهاء الازمة اليمنية عبر تسوية سلمية شاملة معربا عن اماله في ان تسهم هذه المبادرة في انهاء الحرب ودعم التوصل الى حل سياسي شامل ومستدام للازمة اليمنية بما يحقق الامن والاستقرار والسلام في ربوع اليمان الشقيق بعدها قرر المجلس مايلي اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشروع قرار بانشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الامراض السارية والتي تهدف الى دعم استمرار جهود الجهات المعنية لمكافحة هذه الامراض مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن مشروع قرار بعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والتي تختص بدراسة وتحليل الاتفاقيات التي تحكم التجارة الدولية وبحث مدى توافقها مع التشريعات الوطنية مذكرة معاني وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن منح الاتحاد السويسري حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين له في مراكز الحوسب السحابية القائمة في مملكة البحرين مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتغطية العمراني بشأن ما تم حول تنفيذ خطة التسجير في مملكة البحرين وذلك تماشيا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناه كوب 26 مذكرة اللجلة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مرفوع من مجلس النواب وبعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركة في أعمال الأسبوع الختامي لمؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات والمشاركة في أعمال جمعية الصحة العالمية الخامس والسبعين وعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للدورة الحادية والخمسين بعد المئة ترجمة نانسي قنقر